طيب الخبر الاهم كمان هو موضوع مباراة السوبر بس قبل مباراة السوبر نهاية كأس مصر النهاردة انتشر كلام انه مباراة نهاية كأس مصر بين الاهلي والزمالك ستقام في المملكة العربية السعودية في 13 من مارس المقبل ان شاء الله اللي قولك الخبر غير صحيح قوله لا واللي قولك الخبر صحيح قوله برضو لا هو في طور الدراسة وفي طور البحث حتى هذه اللحظة لكن لسه لم يتم الاستقرار بشكل نهائي هل تقام في السعودية هل تقام في الامارات المملكة العربية السعودية هي الاقرب لاستقبال هذا الحدث يمكن البعض غاضب انه المباراة تتلاعب في السعودية انا مش شايف اي نوع من انواع الغضب تتلاعب في السعودية وبقى في جمهور موجودة هناك تتلاعب في الامارات تتلاعب في الكويت تتلاعب في اي دولة في اسبانيا كاس اسبانيا بتلاعب او السوبر بتلاعب برا السوبر الايطالي وكتير جدا من المباراة وطالما الامر تسويقه طالما الامر جماهيري طالما تضمن حضور جماهيري جيد وامر تسويقي جيد جماعة الرياضة بقت عبارة عن ماديات وعبارة عن تسويق وعبارة عن استثمار ليس عايبا يعني خصوصا أنك مدرجاتك غير مكتملة وأحيانا ملاعبك بتبقى مش جاهزة لمثل هذا الحدث الكبير صحيح الحمد لله السادة القهيرة أصبح جاهز من النهاردة لاستقبال المباريات ولكنه خلاص الأمر انتهى وما زالت اتحاد الكورة يبحث هذا الأمر وإن كان بالنسبة كبيرة جدا 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 يعني أكاد أجزم بأنه كأس مصر سويلعب خارج مصر لكنه طالما لم يتم الإعلان رسميا من اتحاد الكورة حتى هذه اللحظة إذن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث